وبعد ما تحمل الفيديو راح نلقا موجود مع الصور بهذا الجهة أسحب الفيديو وأحطه هني لو انشغله نضغط عليه بس راح نشوف ان اشتغل الفيديو مدمج أيضا مع الصور وأقدر أيضا أغير المانوار أكتب مثلا ثلث واكتبني مان بايمور هالشكل لو أسوي بريبيو هالشكل لو أسوي بريبيو فلفيديو هل شفتش ماذا ؟ فعله زون اضغط على الفيديو يتكبر ويذهب بشكل واضح أضغط مرة ثانية الفيديو تسكر في هالشكل وأيضا أكبر هالصورة في هالشكل وأيضا هالصورة ستكون واضحة الآن أضيف الصور والفيديو ولكن أعطاني شكل مشوق ومميز في عرض هذه الصور غير عن التقليدي أن الصورة بروحها أو باستخدام أي برنامج آخر انحفظ عندي سأعود إلى الكثيرت إذا كنت أرى ما أردتهم سأجدهم هنا مايكو سيشن والتي أريدهم موجودين سأعود إلى الديزاين سأعود سأعود سأقوم باستخدام باستخدام هناك أنماء مختلفة سأقوم باستخدام بارتي لايت سأتحمل أيضا تحت في مجموعة كبيرة سنكمل نشوف هرس شوفوا مجموعة كبيرة من سلايت شور باستخدام 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 ننترى الحمد ننترى 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 ترجمة نانسي قنقر 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 الصور اهني اصحب الصور واحدة عني انضغطي بالشكل اكتب تحتها مثلا والكيلو انتقل للشريح اللي بعدها وضيف لها الصورة اقدر ايضا اكتب هنا في المنصاء انتقل للشريح اللي بعدها وضيف ايضا صورة واكتب وبهالشكل عندي عرض الصور بشكل سلايد شو طبعا انضغطت اكتب من واحدة ف راح امسحهم بشكل 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 وضيف بشكل للنص هالشكل ايضا هي اضيف صورة او انه اسحب عملي الناموري عندي او اضيف كسابقة هالشكل واكتب ايضا لو نقوم بـ Preview نقوم بجانب بداية صورة صورة شكل مشوق صورة اضيف 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 ولسا ن Seri هالشكل بحفظ عبلي سيب بحفظ ايضا اقدر اني اشركها على اي ميل او اني اطبعها او اني احفظها على هاشر نرجع رتين نختار سلايد شو ثاني للمجموع الكبير الموجودة نختار هالشكل اختار هالشكل اختار ثاني 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 ننطر وقالب يتحمل فإحنا نكتر نعلط الصور بأشكال مختلفة قبل شوي تطرقنا للكولاج والحين قاعدين نتدرب على السلايد شو تحمل هذا الشكل نفس الطريقة عندي اللي هي أول وحدة الواجهة والسلايد بيو يعني شلون شكل السلايد رح يكون وأدل السلايد طبعا هو حاطلي عشرة أقدر مثلا خليهم مثلا أربعة أمسح اللي أنا نادي بها الشكل وارجع للصفحة الرئيسية تكتب فيها مثلا فلاور وأنسح هني الصور اللي أنا سرغنتهم لعرض السابق يس أنجي صور ثانية يسوهر يسوهر هالشكل اروح لسلايد بيو اضيف الصورة هالشكل اكتبه مثل واحد فلاور فلاور هالشكل طبعا هني عندي بسلايد شو سبيت فور سيكند او فايف سيكند فري سيكند هالشكل اختار وطبعا مثل ما قلنا الموسيقى اللي اريد اضيفها والترانسليشن اللي ايه من شريحة لشريحة شون الشكل اللي تنتقل يعني شكل انتقال حركة الانتقال اللي هن طببش استخدمت واخترت هذن مع الموسيقى واروح من هن بالسلايد ببعدها نمبر تو هالشكل طبعا هنضفت هنه صورة ووكيتات وبدبقها ايضا عن سلايد لبعدها ادت الشكل اسحب الصورة هانا قدعا عندي الصورة جانسة قابلز اسحبها حتها هين واكتب ايضا وبها الشكل ايضا اختار ساعدة الثانية وارغط edit وضيف عليها الصورة هذا الشكل لو اسوي preview للعار اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة